الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وبعد ان شاء الله دقائق معدودة مع بداية سورة نوح يقول الله تعالى في كتابه الكريم إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه أن أنذر قومك ودي وظيفة الرسل الإنذار كما أمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قم فأنذر والإنذار هو التخويف بما يُقضب الله وبما يُورِث عقاب الله وضعف الدعاء إن يُنبِّه الناس ويُخَوِّف الناس أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذابٌ أليم قال يا قومي إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أي أدعوكم بمنهجٍ بيِّن واضح وأُخَوِّفُكُمْ من الهلاك والهلاك لا يكون إلا في معصية الله والشرك بالله سبحانه أَنِيْعْبُدُوا اللَّهِ شوفَ الوصيّة دي والله لو عمل النبي والله ربّه يفتح علينا الدنيا أخرى أَنِيْعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ ده ملخص بتاع دعوة النبي نوح عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء أَنِيْعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ أَعْبُدُوا رَبَّنَهُ أي أَفْرِدُوا اللَّهَ بالعبادة لأن الناس تقول لك نحن الناس كلها بتعبد ربنا وشوف العبادة إذا ما كان فيها توحيد أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود ما تسمى عبادة يعني إذا كنت يطبي صلي إلى ربنا سبحانه وتعالى ودي عبادة وتسكن ربنا سبحانه وتعالى عبادة لكن إذا معترته قلت يا رسول تلحقري أو يا عاش الغوم تلحقوني برضو ذي عبادة لكن ما أديت لي الله أديت للشيوخ والأديت للرسل وذي ما حقة لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَرَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُلْ وَتَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٌ وَمَنْ أَظَلُّهُ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يعني لو فرضنا إدتك بتنادي في شيوخة بتنادي في الرسل دي إلا أنهم كلهم دون الله الرسل والصالحين لو بتنادي فيهم ربنا قال ليه هم القيامة مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يعني ليه هم القيامة بتصيح وبتنده ربنا قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وحالهم شنو هؤلاء المدعوين وهم غافلون موتة غايبين يا أخي الإنسان عقل وين يدعو زول زيه بنوم ده بنادو يا ناس ينكح يدخل الحمام يصيبه المرض الليه الناس البنادوهم ديل ما كلهم مرض ووساء لغاية ما سافروا بر السودان حصوا الواحد جه جهاته وخلته قاموا قعد ولو ياهو يا ناس هل ديل بيستحقوا عبادة مع ربنا سبحانه قال وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ وَدَى النَّدَمُ شوف الدنيا دي ما فيها ندم مهما ضاقد عليه والله ما تندم يدعو على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان وعلى التقوى والله ما تندم لكن الندم والحسرة بعدين ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء بيرسلكم وبعمل ياكم كلكم فقراء وانت بتطلب من فقير بتنده فقير بتزأل الفقير والله هو الغني الحميد الناس تتوكل عليه الله وتطلب من الله هو الرزاق ذو القوة سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله واتقوه توحيد ربنا سبحانه وتعالى وتقواه هذه وصية الله للأولين والآخرين واتقوه أي اذعلوا ما أمركم به من الطعاد واجتنبوا واجتنبوا ما نهاكم عنه من المنهيات ومن المعاصي وشوف زي ما قالوا الأخوة أو الأخ قبل شوية إن المشاكل دي كلها والله بسبب الزنوب ظهر الفساد في البرد الناس كلها حافظوا الآية لكن من تجي في مصيبة إنسوا إنسوا الآيات وإنسوا القرآن وإنسوا ربنا سبحانه بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي كسبوا لعلهم يرجعون بعض شوف ربنا هذا ما نحن فيه من مصائب هذا بعض وربنا في الآية الأخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير برضو في عفو مش كل البنعمله فالإنسان يراجع نفسه ويراجع توحيده حتى يعود الأمن وحتى يعود الرخاء شوف دول الصحابة لا فيها مفكرين لا اقتصادين لكن كانت في غاية الرخاء وفي غاية الأمن ليه لأنهم آمنوا بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض فالإيمان هو المفتاح ما تسمع الناس اللي بتتكلمه اللي بتشدقوا ساي لكن ديل بتحسم القضية كلام الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الإيمان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته قلت استغفروا ربكم وما في صورة نوح إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دا القرآن بيورك الحل بيورك الراحة بيورك الأمن والاستخلاف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليمضلنهم من بعد خوفهم أمنة بتين الأمن والتمكين والاستخلاف يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ولو نحن ضيعنا الكلام دا ربنا سبحانه وتعالى يصلد على الناس ويبتل الناس ويصيب الناس فالناس ترجع لله سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون والآية دي آخر حي أختم بها فيه تفريق عجيب في كلام نوح بين حق ربنا سبحانه وتعالى وحق الرسول أن يعبدوا الله واتقوه دي حق ربنا العبادة دي حقت الله وححده ما في رسول عنده مع حاجة ما في ملق عنده مع حاجة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل الرسل والملائكة والصالحين هم عبيد فكيف يعبدوا العبد ويتركوا الخالق سبحانه شوفوا لهذه فيها تفريق عجيب أن يعبدوا الله واتقوه دي الحق دي ربنا سبحانه وأطيعون لأن الطاع للرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول شوف هذا من الكلام العجيب فيه تقسيم حتى لا يخلط الناصح لبين حب الرسول هي وحبة حبا وطيعا واتبعا لكن العبادة دي حقت الله تنده ديها حقت الله ما لزول الصالح صحي صحي من الصحابة وغيرهم نحبهم ونحترمهم لكن ده ما حقهم ده حقت ربنا النديه دي أفلان ده حقت الله يا الله وأن المسايد لله فلا تدعو مع الله أحدا قل ده النبي صلى الله إنما أدعو ربي وحده ولا أشرف به أحدا فالناس تفرق واتخلط حبهم إذا كانوا صالحين صحيح وعلى الكتاب والسنة ما عندهم طرق ما عندهم محزاب حبهم لكن لا تعطي حق الله حتى للرسول ربنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر دين الملائكة والنبيين إذا عبدتهم أو ندهتهم مع الله ربنا قال أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد نقدم شيخنا بأستاذ شهاب